موسيقى 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 في الصراحة البرلمان المغربي في أغلب أوقاته كان فضاء الكثير من الواقائه اللي غيرت المجرى دياله وضلت سقبة البرلمان مريئة بالإحداث العاصب وقعوا أشياء عديدة 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 ويستحر باش نقولوها في حلقة ولا في جوج وفيها اللي عارف وفيها اللي ما عارف واللي ما عارفش أكثر من اللي عارف شا نقوللك مثلا البرلمان دير تلاتة وستين تلاتة وستين كان رئيس مجلس النواب لا مشي تلاتة وستين ديال السبعين كان رئيس مجلس النواب هو عبدالهدي بوطالب الله يرحموه وكان وزير الداخلية أفقير واحد نائب قال في الصف الثالث اللي ما بعد أفقير وضارف واحد واحد المخزني ما كانوش المخزنية اللي كانين دابا بسبب هذا الحدث جاءو المخزنية كانوا واحد جابوه من سربيس موبيل وعملي اليوم كسوا صفره وعندو بلايكانا يا فيها الاسم دياله وطربوش حمر وضارفه دارله هكا شافي هادك قالوا جيب لي نشرو هادك شافيه ما يمكنش يجيب المالجة واللي كيسقي القاع كلها شافيه دارك هو يضع في ذاك البرلماني قالوا هالحمر أنا معاك تنظر قلت لك جيب لي نشرب شافيه دارك أفقير سمعوه هو يشوف في حد جاي قريب حداه قالوا اسمعتش غالك راجالك حمار وهذاك انتصاف ذاك العون وقالوا اللي كيقول اللي كيقولي الحمار وبط الحمير ناد جا ناد هادا بقى هادا بدك يضرب رئيس البرلمان على المطرقاء ترفعت الجلسة وقال كانت طبع أضاء المكتب اللي تتحقه بياه في القاع مشال المكتب ديالو دخل عنده أفقير هو اللي أول مشال القصر اللغة ده صبح الحسن الثاني الله يرحمه عشرها المخازنية تم في البرلمان هم اللي يقوموا بالخدمات داخل القاعه يعني هذا السبب نزول سبب نزول ديال المخازنية بتواجدهم ولكن المخازنية كانوا جاوب بالشاشية وبجلبها بيضاء ولكن هذه الشاشية ما تتبقاش عندها حادات التاوى هذه الحادات هو أنه شي واحد كانت عنده شي واحد كانت عنده موعد مع عبدو واحدة راضي رئيس مجلس النواب ومشى دخل المخازنية باش غادي يقوله السيد الضيف معد دخل آآ الله يبارك فعمر سيدي فلان دخل السيد مرتابك وتي حس كأنه واشكين اللي مالك سما كي شمر يا حد البخور وذك شي ما القلقى راضي سلم على الجلسة ديالو خرج كان عنده لقاء مع مولي مصطفى العلاوي الله رحمه ودي جريدة الأسبوع الصحافي حكى له اكتب عليها هذا في ذاك اللحظة القصر الملاكي سافتو زولوا لهم شواشي وداروا لهم طرابش هذا يعني غير حادث من الاحداث كانت توقع مشادات كلامية مثلا واحد النوبة كانت توقعها قبل ما تتولي بهالطريقة كانت تطويلها على الشكل المحكمه وكانوا فيها جوج من الصد الخطابة وكانت حيث باستقلاف الحكومة والاتحادين كانوا في المعارضة وكانت تكون مشادات قوية بيناتهم الدرجة أن واحد النوبة ضرزق أفيل الواقف واخذ الكلمة الله يرحمه وناد الضباء نائب مدينة فاس المينصة الخرى وبدأوا يتعطاوا ونوبة كان عبدالكريم غلاب وفي الجيال الخرى بن سعيد وهذه ديال عبدالرزق أفيلال بدأت تهاجموا ذلك شي قال الرئيس كانت طلب منك باش يدخل الأمن هو الآن في حالة سكر وكذا وإلى آخره وكانت توقع منه الكثير القضية كان في فواحد وثمانين نشقوا الأحرار كانوا مية وواحد وواحد وثمانين نشقوا مع الحزب الديموقراطي وستين نائب بقوا مع التجموعة الوطنية الأحرار ولكن رئاسات المجلس منهم واللجنة المالية هما اللي واخدينها ولو أنهم هما في المعارضة وكانوا وقع سراع ومشاها هذك المقرأة لديللجنة وما بغاش يعني هرم البرلمان وبقات على الطل ما تمشت صويت على القانون المالي في 31 ديستامبر اللي كان قصي يكون وكانت وقعت واحد أزمة وكان وقع يعني شناء بليدين وضطر فهذا الأحداث هذي خليه نوال راشيد دخل عند عند ديوت ستي بابا وقال له انت شكونت انت هي موريطاني ماشي شغل كفات شي ومعها ولا حرجة وقعود بشي جواب ويجمع معها بتصرفي قاطة طارثوا المقانة مني ديه ودخلوا النواب ودخل الامن وده ودسي بابا الله يحموه مشا يشتاك المالي كان في زيارة الجنوب وتبعوه كي قلت أحداث عديدة واحد النوبة مثلا سي علي عتال الله يحموه كان موقع ديال الجلوس ديالو واحدة الأغلبية وكان قال سهده الحاجة علي قيوح كان سيها ضرووية جات النوبة ديالو ديالكلام سي علي عتال من الناطق قال اودي هاد الحكومة مرام عنا لا حكومة ولا ولوه دي حكومة ضربة بابا الله مفلسة ما عندها لاش تصلاح وهذا ليس بكلامي بل كلام زميلي وصديقي الذي يجلس بجانبي السيد علي قيوح علي قيوح يقول له لا ما قلت هاد شي كان تي حدث عديد 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 مثلا في ما شا نقول لك نائب تغسط لرسو خدا عشرة البوقعة الأرضية كان عضوه مكتب جمعوا موظافين كانوا في البرلمان السبعة وسبعين كانوا كانوا تعطوه بوقعة الأرضية والناس كانت طلب الى آخرين جمعوا عشرة الموظافين ودخلوا عند هاد النائب وطلبوه باش يدويلهم مع وزير السكنة يعطيهم بوقعة قال لهم ديروا حاسم ياتكم كده كي تكتشف أنه عمل لهم بسميته ومن يجاو البوقعة اللي ينجاو في اسمه هو وهو عضو مكتبه من من طرائف أنه أحد أحد رؤساء الفروق كان في الغرفة الثانية قد موظاف ديله معه في الفارق هو عنده ضيعة وفي البقر ودكشي وده يسترحله البقر منين خلاه جلقاه ناس كتفوه في شجرة وبقى عليه حتى الصباح وجا في الصباح حطاه خمسين درهم وقال له هك باش تمشي للحمام وسقط الخبار كنت أنا باغي منشر هذا الخبار وبدأ كيت أحلى الجيلة ودي أتخرج لي على على الرزق ديري وهذا رئيس الفارق كان جاب سائق وقال له هاتف تعطيني بيطاقة الوطنية باش نصوب لك المسائي دي التقعد ودكشي والآخيري شد البيطاقة الوطنية دياله ومشا عمل بيان خيارات في الهاتف جمعت على دك الشاب بثلاثة المليون ومشا بتخليح بس